شنو شغلك بسجارة؟ والله أنا شغلي صراحة أشتغلي بشركة شركة أهلية موظف شركة أهلية نعم ورات بي يعني تقريباً شوم ما تقول ربع أو ثلاثة أربع أهديه لما من حسين الموك شغيت دنطيني لا لا ربع والله مو شرط يعني ها نبات نبات أشتري زي سماعة بخمسمين اي مصحيح؟ نبات يجيب لي سبلة مليون يعني ها نرات بي سبعمية وخمسين سبعمية وخمسين الخادمة شو كنت يطلع تقاعد؟ والله إن شاء الله ما يطلع منا لما الله سبحانه وتعالى ياخر عمره لحد الآن جاي نواجع له مساء كل سنواجه صناديق ننطيهم صندوق عندنا برنامج يومها عندنا برنامج برنامج تجين شو جابني؟ عندت شي يومها بعد اللقاء دار بعد روحي يومها محتازة وعندها عملية البتي مريضة ومحتازة وانتش يطلع مني يدخل عمل بخدمك شان أخار مليونية نحن لازم نشي خطيئة يعني هسا المره إذا ماتت خطيئة أمام الحسين إن شاء الله موجود يعني عامر موجود زينيها إذا راح هل ستكلهم أصيح لهم هل ستكلهم أجمعتهم هل ستصيح لهم تعال سجاد تعال سبيض تعال بويا تعال تعال علاء و تعال شقد عندك تعال حمود عباس تعال بويا شقد عندك منطوني جي منطيني خمس شاي المره خطيئة مريضة معدها تعالوا بسجاد أولا هذه هذه مو حقيقة هذه تجربة اجتماعية والحجية موثلة شكراً اللي تشمك ذي راح تشمك شكراً أخذ راح تشمك بس بها رسالة عظيمة للي يقول أنه أنتو شغلكم بس أكلوا بس شغلوا لا لا خدمة خدام الحسين لازم نخدم إحنا الحسين ما ننظر هز اللي يجي فقير يجي إحنا مو بس مثلا حاطئنا مواكب بس ندق ونطم لا إحنا لازم يجينا مريض يجينا تعبان يجينا فرشي والحسين يزود لكن إحنا مطمئنين من ردود الأفعال كانت حقيقية هذه التجربة وردود الأفعال عند الخدام ممكن بالتفاصيل البسيطة تختلف لكن بالمضمون العام الخادم ينطي كل شي يفرغ جيوبه وينطيهن للفقير يفرغ جيوبه ويحرم أطفاله وعائلته حتى يعيل شخص أو حتى ينقذ حياة مريض لو لخدام أبو عبد الله